سوف نتحدث اليوم عن ضمائر الإشارة وهي تتكون من أربعة كلمات this و that و these و those this و that و these و those وهي تعبر عن ما نشير إليه في البداية سنتحدث عن ضميرين فقط وهما this و that يشير this و that إلى singular يعني المفرد فعندما نرى شيء مفرد نستخدم للإشارة إليه إما this أو that ولكن هناك اختلاف ما هو الاختلاف يا ترى؟ this للإشارة إلى المفرد القريب near أما that للإشارة إلى المفرد البعيد far نأخذ مثال إذا تخيلنا أنك أنت هذا الشاب الوسين وبجانبك هذه الطاولة وبجانبك هذا القلم فإن هذا القلم مفرد وهو بجانبك وتستطيع الإمساك به فتقول this is a pin this is a pin أما إن كان هذا القلم بعيد عنك ولا تستطيع الإمساك به فتشير إليه وتقول that is a pin that is a pin لنأخذ مثالا آخر إذا كان بجانبك هذا الكتاب وتستطيع الإمساك به فتقول this is a book this is a book this is a book أما إذا كان بعيدا عنك ولا تستطيع الإمساك به فتقول that is a book that is a book ننتقل إلى باك الدمائر وهما this و those تشير this و those إلى plural وهي الجمع وللعلم في اللغة الإنجليزية أكثر من شيء واحد فهو يعتبر جمع لا يوجد مثنى في اللغة الإنجليزية مثل العربية ولكن هناك اختلاف بين this و those these تشير إلى الجمع القريب أما those تشير إلى الجمع البعيد لنأخذ مثال مثل المثال الصابت نفس الولد ونفس الطاولة ولكن هنا الاختلاف أنه سيوجد قلمين ولكن القلمين جمع ويمكننا الإمساك بهم فماذا نقول نقول these are pins these are pins these للجمع القريب are pins are لأنهم جمع لأنهم أكثر من قلم these are pins ولكن ماذا إن كانوا في نهاية الطاولة فنشير عليهم ونقول those are pins those are pins لنأخذ مثالا آخر إذا كانوا كتابين سنقول these are books these are books وإن كان كتابين في آخر الطاولة سنقول those are books those are books فبالتالي فهمنا أن this للمفرد القريب و that للمفرد البعيد و these للجمع القريب و those للجمع البعيد يمكنك أخذ الآن سكرينشوت لكي تتفظ بها في هاتفك الجوال وتستخدمها في أي وقت ولكن هناك استخدامين آخران يمكنك استخدامهما ل this عندما تريد أن تقدم صاحبك إلى وليدك فماذا تقول عندما يكون صاحبك بجانبك هكذا تقول this is أحمد لنفترض أن اسمه أحمد تقول this is أحمد هناك استخدام آخر وهو عندما تريد أن تتصل بأحد ما عند البداية تقول hi this is أحمد لنفترض أن اسمه أحمد فنقول hi this is أحمد في النهاية إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك تشجيعا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته